في الحوار الأمني الجديد والمشترك بين بغداد وواشنطن تركز التأكيد على تعاون الأمني والدفاعي ومهمة القضاء على الإرهاب بين البلدين ووفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والإراق للعام 2008 وكجزء من الشراكة الأمريكية العراقية الشاملة ومع تحرك الإراق المستمر لأجل استعادة مركزه الإقليمي عبر صناعة سيادته كان اللقاء الأمني بين وزيري الدفاع العراقي والأمريكي مؤكداً على التزام أمريكا بتطوير القدرات الأمنية والدفاعية للعراق خطة وخطة ثابتة يربط الثوابت المشترك بين البلدين يعكس حوار التعاون الأمني المشترك الشراكة الاستراتيجية الثنائية ناضجة ويبني على الأساس الذي أرسته المناقشات الثنائية السابقة وبما في ذلك الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق في تموز 2021 ولجنة تنسيق العليا الأمريكية العراقية في شباط 2023 بيان الحوار المشترك كشف أن أمريكا والعراق يعتزمان التشاور بشأن إجراء مستقبلي منفصل عن حوار التعاون الأمني المشترك ومتضمنا التحالف لتحديد كيفية تحول المهمة العسكرية للتحالف الدولي وفقا لجدول زمني وبناء على عوامل التهديد من الإرهاب والمتطلبات العملياتية والظرفية ومستويات قدرات قوات الأمن العراقية معكدا أن الوفدين العراقي والأمريكي ملتزمان بتشكيل لجنة عسكرية عليا بين الولايات المتحدة والعراق لتقييم الإجراء المستقبلي الوفدين استعرضات دعم العملياتي الحاسم المقدم من خلال مهمة قوة المهام المشتركة عملية العزم الصلب لتدريب وتقديم المشورة والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع قوات الأمن العراقية وفي البحث عن تحقيق الدوافع المعززة لصناعة الأمن والاستقرار فإن الرسالة الأمريكية جاءت مشددة على ضرورة إعادة توطين النازحين وهو ما يؤكده العراق من خلال رسالته في صناعة الاستقرار على أرضه ولمواطنية